في الخامس من فبراير الجاري تحررت حيس الا ان هذا الانتصار لم يكتمل مع بقاء القرى الشرقية والشمالية تحت سيطرة الميليشيا لا يكاد يمر يوم على اهل حيس دون ان تنال الميليشيا من سكينتهم بامطار المدنيين بقذائف الهاون والكاتيوشا فيدفع لبرياء ارواحهم ثمن بقاء الميليشيا في المناطق المحيطة في مركز المديرية هذا الوضع دفع بعشرات الاسر للنزوح الداخلي فيما اضطر البعض للنزوح الى الخوخ هربا من ارهاب القذائف الحوثية بالتوازي مع ذلك اقدمت ميليشيا الحوثي على تهجير سكان عدد من قرى شمال حيس من سكان سفوح جبال دباس وما حوله لتتمركز في مناطقهم القريبة من الخط الاسفلتي الرابط بين حيس والجراحي بهدف اعاقة تقدم قوات المقاومة والجيش الوطني في الاتجاه العسكري ايضا لا يزال التقدم الميداني بطيئا بينما ينفذ الطيران غارات شبهة يومية تستهدف تجمعات الميليشيا المتمركزة في المناطق الواقعة بين حيس وجبرات مصادر محلية تؤكد اهمية تحرير الجبال المحيطة بحيس من الجهات الثلاث وتمشيط القرى المنتشرة في سفوحها لتأمين المنطقة المحررة موسيقى موسيقى موسيقى